الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد كل عام وأنتم بخير أحبة المتابعين والطلبة الذين يتابعوا هذه القناة التعليمية حيثما كانوا في زمن كورونا الذي عزلنا عن بعضنا البعض مشروع تعمل معرفة يقدم في مجال النظرية كلية ما يسمى بسوق السلع الآن هذا مجال حديثنا قصير جدا لن يتجاوز دقيقتين أو ثلاثة سوق السلع commodity market دعني أذكر ببعض البدهيات التي أتينا عليها في محاضرات أو مقاطر سابقة الآن مكونات الطلب الكلي كما ذكرت في محاضرة سابقة قليني أميز هذا بلون مختلف وهو لون الأحمر مكونات الطلب الكلي مقابل مستوى أسعار طبعا كان كما يريد الآن الـ aggregate demand أو الطلب كله هذا هو الطلب الكلي يتكون من الانفاق على السلع الاستهلاكية الانفاق على السلع الرأسمالية زاد الانفاق على السلع العامة زاد الانفاق على التصدير مطروح من المستوردات يعني هذا هو ما يسمى بالميزان التجاري إذا كانت قيمته موجبة يعني الفرق بيناتهم موجب أكبر من صفر يكون لصالح الاقتصاد الوطني وإذا كانت يساوي صفرا لا زيارة ولا نقصان لكن إذا كانت قيمته سالبة فيؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني الآن طبعا من ناحية بس هيك مجرد إذا تبتنا العامل المؤثرة الأخرى هذا الكلام الآن يقابل هذا الطلب الآن هذا الطلب يقابله ما يسمى بالعرض الكلي العرض الكلي طبعا فيه عندي طلب على السلع الاستهلاكي المعملة غير معملة الطلب على السلع الرأسمالية اللي هي الاستثمار وهنا الطلب على السلع العامة وهكذا مقابل مستوى الأسعار نفسه هناك منشآت متخصصة هناك منشآت تزودنا بسلع استهلاكية وهناك منشآت أخرى تزودنا بسلع رأسمالية الاستثمار وهناك منشآت متخصصة بمساعدة الحكومة في تحقيق أو يعني انتاد السلع العامة الشوارع المستشفيات الجامعات وما شابه وهناك منشآت متخصصة بالتصدير وهناك منشآت متخصصة بالاستيراد ما يعني الآن أنه كل هذه المكونات C, I, G و X من يقابلها بالعرض الكلي كل يعني منشآت تقوم بالعمل بتزوير السوق بهذه الأشكال من السلع كل المنشآت حسب تخصصها فهناك منشآت تزود السيل اللي هي السلع الاستهلاكي المعمرة غير معنرة وهناك المنشآت التي تزود السوق بالاستثمار يعني تقوم بالاستثمار وهناك منشآت تقوم بتزويد أو بالمساعدة على تزويد السلع العامة وهناك منشآت تقوم بتصدير كمية من الانتاج مقابل دخل يأتي للقصاد وهناك سلع أخرى عفو المنشآت أخرى تأتي بسلع مستوردة من أشكال مختلفة وبالتالي هي تتدعى القصادات أخرى لكن ربما تكون ضرورية لقصاد المحلية إذن الأجرق السبراي والأجرق الدماني الآن هنا أصبحت واضحة بأن الطلب الكلي هو الطلب على كافة أشكال وأنواع السلع السهلاكية استثمارية عامة لأخراج الصادرات لأخراج المستوردات يقابلها أجرق السبراي من كافة أشكال السلع هذه الآن سنبين هذا الأجرق السبراي الأجرق الدماني أو الطلب الكلي والعرض الكلي على شكل رسم بياني نمثل ذلك طبعا على شكل رسم بياني الآن عفو هذا لون الأحمر هنا فالطلب الكلي والعرض الكلي بيانا كما يأتي الآن على المحور الأفق يبقى الدخل هنا أو كمية الإنتاج مقيمة بكيفما تفقها إما تقيم على شكل وحدات لكنها موحدة أو على شكل قيمة على نقود يعني تضرب الآن الكميات بالأسعار وبالتالي تنتج Y على شكل قيمة نقدية وعلى المحور العمودي ما يسمى بالآن مستوى الأسعار إذن الآن الدخل مقابل مستوى الأسعار لاحظوا الآن لأجرق الدماني علاقة عكسية بين الكميات يعني الآن الطلب الكلي الطلب الكلي مع مستوى أسعار علاقة عكسية هذا هو الأجرق الدماند كم؟ والأجرق السبلايا العرض الكلي يتناسب طردياً مع مستوى الأسعار هذا هو العرض الكلي يتقاطع الطلب الكلي مع العرض الكلي في نقطة هذه هي نقطة الالتقاء بينهم ينشع عنها الزوج المرتب التالي المحور الأفقي هو GDP الدخل الذي تحقق المجتمع من الإنتاج خلال فترة معينة عادة ما تكوزها GDP هي gross اختصار للكلمة gross domestic product المصطلح الناتج المحلي الإجمالي التوازني مقابل طبعا مستوى أسعار معين هذا هو مستوى الأسعار المعين الذي نتحدث عنه ممكن لأي سبب من أسباب أن ينتقل هذا المنحنة هذا المنحنة اللي هو الـ المنحنة ينتقل إلى اليمين أو إلى اليسار انتقال إلى اليمين معنى أن هناك زيادة في الطلب الكلي فمن أين تأتي زيادة ربما زاد دخل المستهلكين وبالتالي زاد انفاقهم على السلع الاستلاكي والمعنرة الآن زادت يعني زاد تفاؤل المستثمرين ما يعني أنه زاد استثمارهم وبالتالي شراءهم للسلع الاستثمارية الـ الـ أو الاستثمار بحد ذاته الحكومة تفائلت أكثر أصبح لديها دخل أكثر زاد انفاقها على السلع العامة المصدرون زاد زادت صادراتهم وبالتالي زاد الدخل للإقتصاد الوطني والمستولدون لأيس من الأسباب قللوا من استيرادهم وبالتالي كان كلها آثار إيجابي على الإقتصاد ما يعني كل هذه الزيادات والزيادات في الانفاق الاستهلاكي الانفاق الاستثمار الانفاق الحكومي زيادة في الصادرات وانخفاض من المستوردات أدت إلى انتقال منحن من الموقع من هذا الموقع من هذا الموقع إلى هذا الموقع إذا قلنا نسمي هذا A D هذا القلم بيساعدنيش كثير A D لنفترض أنه ناط نقطة التقاء الجديدة بين ولنفترض طبعا نفترض بأن الأجري السابلاي بقي سترس برابوس بقي كما عند نفس المستوى عند المستوى ذاته يعني كأنما نقول أنه ثبتنا الدنيا كلاتها وننظر فقط إلى حركة الأجري الديمان الآن التقاطع الجديد يحدث هنا وبالتالي الزوج المرتب الجديد يزاح إلى اليمين يعني بمعنى آخر زاد الناتج المحلي الإجمالي أي زاد الدخل في الاقتصاد لكن الأسعار زادت وربما الآن يحدث العكس أن ينخفض الطلب الكلي نتيجة لانخفاض دخل المستهلكين يعني لاحظوا جائحة الكورونا أدت إلى انخفاض الآن الطلب الكلي على السلع السلاكية المعمر وغير المعمر باستثناء المواد الغدائية المشروبات الغازية وما شاء أما على الأثاث والملابس والأحدية وما شابه انخفض الطلب وبالتالي بنا نفترض أنه والله انفاق المستهلكين انخفض بشكل ملحوظ كذلك الأمر المستثمرين لم يكونوا متفائلين نحو المستقبل انخفض انفاقهم على السلع السبالية وربما الحكومة لم تحصل ضرائب كثيرة وبالتالي اضطرت إلى تخبيض انفاقها أي أن الآن المنحنة منحنة الأجرق الديماند أو الطلب الكلي ينتقل إلى اليسار هذا الآن إلى اليسار لاحظوا لي هنا إلى اليسار وبالتالي الآن نقطة التقاطع الجديدة لنفترض الأجرق السبالية بقية كما هو هنا الآن نقطة التقاطع الجديدة انخفض الدخل وانخفضت الأسعار الدخل انخفض باتجاه السهم هنا والأسعار انخفضت هنا نتيجة لانخفاض الطلب الكلي ربما على جانب العرض الآن نتيجة لزيادة الدخل بالاقتصاد زادت الآن المنشآت زادت تفاؤلها بالاقتصاد وبالتالي كل المنشآت حسب تخصصها زاد من انتاجها وبالتالي الآن الأجرق السبلاي انتقل إلى اليمين فالآن أصبح الأجرق السبلاي بدل من أن يكون عند الموقع الأولين AS الآن أصبح عند AS1 هذا الآن لنفترض أن الأجرق الدمان بقية كما هو بالتالي الآن نقطة التقاطع الجديدة هنا هنا أدى ذلك إلى زيادة طبعا يعني زيادة الدخل سبحان الله باتجاه السيم هنا هذه النقطة وانخفاض الأسعار هنا وربما لأسباب معاكسة أن العرض الكلي انخفض هذا الآن العرض الكلي الجديد افرض أنه AS2 وبالتالي هنا نقطة التقاطع الجديدة انخفاض الدخل وارتفاع الأسعار هاي أرجو من أحبيت الطلبة أن يجربوا سيناريوهات أو يعني احتمالات متعددة حتى يفهموا الصورة كما ينبغي أكتفي بهذا القدر عن سوق السرع بإذن الله تعالى نلتقي في مقطع آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله تعالى